اشتركوا في القناة هو اي حد قال اشتركوا في القناة حيخش الجنة بس حيتحذب في النار بقى على اخطاءه يعني هو يمكن ربنا يخفر له الله اعلم بقى ايلا حيحصل على العموم مش عارفة بدأ منين بس عارفين عمار ابن ياسر عمار ابن ياسر قال الكفار انه هو كفر وهو يعني بعد ما امن مسئلة محمد عليه الصلاة والسلام قالهم انه هو كفر وشتمه فنزلت فيه الاية القرآنية الا من اكره وقلبه مطمئنهم بدماء معناها انه هو حيخش الجنة تخيلوا بقى صحرة فرعون اللي بمجرد ما شفه الحية وهي بتلتهم الحبال والوصيام بتاعتهم سجدهم فورا من غير جدال من غير ما يعودوا مع سيدنا موسى ويسألوه حتى من غير ما يرفقوه ويظهر لهم بقية المعجزات زي الطوراة والشق البحر من غير ما اي حاجة امنه معناها ان كان فيه عقيدة هم مؤمنين بيها والمعجزة اللي عملها سيدنا موسى اللي هي بتاعت الحية هي الحلقة المفقودة اللي بيتلهم الحقيقة الصورة كاملة ومش بس يعني امن بسيط يعني حفهمكم اول لما واحد يبقى لسه مؤمن بالفكرة ما بيبقاش متشدد ليها قوي يعني لو حد انتقدها مش حيشتمه او مش حيضربه مش حيبقى مش حيبقى متعصب للفكرة بتاعته لكن هم اول لما قالوكم فرعون لا اقطعانا ايديكم وارجولكم من خلاف ولا اصالبانكم في جرزوع النخل ولا تعلمون اينا اشد عذابا وابقى قالوا له ايه قالوا لن نؤسرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقضي ما انتقات انما تقضي هذه الحياة الدنيا اننا امنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما اقرحتنا عليه من السحر والله خير وابقى يعني من الاخر كده احنا مش هنقمن بك يا اله وهم لسه شايفين المعجزة يعني ما سألوش من غير اي حاجة كده فاهمني فايمكن كمان هم يبقوا في الجنة في منزلة اعلى من عمار بن ياسر يعني فاهمك قريش كانوا قبائل القبائل مهما تجمعهم ضعاف ليه مش زي فرعون فرعون كان ملك مصر بيمتلك اقوى جيش في العالم اياميها مش بس كده كان دخل في حربة مع البدء اياميها وانتصر عليهم وابدهم وقتل منهم المات فهو كان بيمتلك جيش مصر كله فهم مخافوش من جيش مصر القوي بينما عمار بن ياسر خاف من القبائل الضعيفة مخافش من القبائل ايامي مكنش قبائل ايامي قبيلة واحدة قريش فمعنى كده ان كمان ايامي صحرة فرعون هخشهم في منزلة اعلى من عمار ابن ياسر يمكن والله اعلى وصلوا على رسول الله واقروا القرآن كتير وان شاء الله هتفهموه